مما يسمح للدولة المصرية ببدء المرحلة التالية الخاصة ببناء الوحدات المختلفة وأيضا جزيل شكر لجميع المشاركين وأنا أفتخر بمشاطرة هذه الفرحة والحدث التاريخي الذي سوف يترسخ في ذكر شعبنا وسوف يشهد إرادة هذا الشعب الذي يهدف ويتطلع ويسعى إلى كتابة التاريخ عبر قرون واليوم يكتب تاريخ جديد عبر تحقيق الأحلام لجميع المصريين لكي تكون محطة دبع نووية لأغراض سلمية سعيا إلى تطوير وتشكيل مستقبل المنظور في مصر هذا الحدث تاريخي وعظيم يعتبر صفحة جديدة في العلاقات الثنائية الروسية المصرية وأيضا كل هذا يعتبر إنجاز آخر يضاف إلى الإنجازات المختلفة للعلاقات أو لتعاون الروسي المصري وكل هذا يدل على جسامة المجهودات للمضي قدما في تحقيق المشروع الحكومي لإنشاء محطة دبع نووية وكل هذا يتحقق بوطير متصر وحتى تستبق الزمان والخطة ويتجاوز جميع اللقابات والحواجز كل هذا يدل على أهمية خاصة مصرية لهذه الأمكنة التقوية وحتى الاقتصادية ويأتي ذلك في مصلحة النمو الاقتصادي الاجتماعي والتنمية الاجتماعية السيدات والسادة الحدث حاليا أو مما يجري حاليا في إمدادات الطاقة كل هذا يؤكد على اتخاذ تدابير خاصة بإنعاش البرنامج النووي السلمي لأنها يدمن إمدادات الطاقة لتقليل اعتماد على الأسعار وحتى مختلف التقلبات ويضاف إلى ذلك طبعا هناك توازن تقوي وتعتمد عليه مصر كل هذا أهمية خاصة لتلبية جميع الاحتياجات المصر في مجالة الطاقة للتحقيق الخطة الخاصة بالتنمية القصادية الاجتماعية والحصول على مصادر متجددة أخرى لمكافحة التقلبات المناخية وختاما بود أن تقدم جزيل الشكر فخمة الرئيس فلاديمير بوتين على مشاركته في هذا المراسم وأيضا أزجى شكرا لجميع الموظفين لشركة روس آتم وشركة المصرية التي تشرف على هذا البرنامج الحكومي القومي أتمنى لكم التوفيق ونجاح في مختلف المراحل لهذا المشروع وقبل اختتام بود أن أتقدم إلى أخي فخمة الرئيس بوتين جزيل الشكر لدعمكم لهذا البرنامج وبغية تحقيق هذه الأهداف من ديسمبر عام 2017 وحتى يومنا هذا أنا أفكر بفضلكم وبدعمكم المباشر نحن نحق جميع الأهداف شكرا لكم من جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم فخمة رئيس عبدالفتح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربي وفخمة رئيس لديمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي أما الآن فأنا الأوانو لإعلاني سب الأول اللي خلصنا في الوحدة الرابعة بمحطة يدبانو أما الآن فنحن الدكتور مجد الواكيل تفضل بسم الله الرحمن الرحيم فخمة رئيس عبدالفتح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربي فخمة رئيس بلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي سيدات وسط بدعمكم وبدعم الله وبدعم القيادتين الروسية والمصرية وتحقيق جميع الأمور وبعد الحصول على السماح في 30 من أغسطس لإنشاء هذا المشروع وأفتخر بإعلان أننا مستعدون لأصب الأول اللي خلصنا في الوحدة الرابعة بمحطة الدبع النووي فخمة رئيس عبدالفتح السيسي وفخمة رئيس وادمير بوتين أرجوكما إعلان البداية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بفضل الله نحن نقوم بسبب الأول الخلصانة في الوحدة الرابعة بمحطة الدبع أما الآن فيمكن أن نقول أن جميع الوحدات حيث الإنشاء أنا أهانيكم بهذا الحدث التاريخي والتحقيق هذه الأحلام فخمة الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فخمة الرئيس وادمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي أشكركم على مشاركاتكم في هذا الحدث التاريخي الذي سوف يترخص في كتابة أو في التاريخ المصري وأيضا جزي الشكر لجميع الموظفين وفريق العامل والمشير في هذا المشروع وشركة المشغلات على هذا الإنشاء شكرا لكم جميعا أتمنى لكم التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر